كيف قرأ فريق رئيس الحكومة غياب ميقاتي عن المحادثات الرئاسية الفرنسية اللبنانية في بعبدة؟ وهل بات التغيير الحكومي واقعا بعد زيارة أولاند؟ تقرير دونيز رحمي فخري يخفف فريق رئيس الحكومة من أهمية غياب ميقاتي عن لقاء سليمان أولاند ويشرح الوزير الأولى نحاس أن الزيارة كانت سريعة وخصصت للإطلاع على أجواء الملف اللبناني ويستكمل مدافعا بأن زيارة ميقاتي إلى فرنسا في التسعة عشر الجاري لا تزال قائمة في ناس بتحب بتأول بس للحقيقة للواقع هذا اللي صار الوقت ما كان يسمح مش زيارة رسمية أولا مش زيارة للمرجعيات هو زيارة لأخذ الصورة الحقيقية عن الأوضاع وليعطاء إشارة أنه لبنان هو من الأولويات الأساسية لفرنسا هل قرأتم بسلبية استضافة الرئيس سعد الحريري على مأدوبة الغداء اللي أقام الملك السعودي للرئيس الفرنسي بوقت ما لتقى للرئيس ميقاتي هون لا أبدا أبدا معروف دولة الرئيس سعد الحريري أنه هو موقع وين بالسعودي وين بالبيض وين موقع ومعروف بالنتيجة إذا ندع على الغداء هذا مش شيء مستغل أبدا مش شيء طبيعي بس ما لا معنى بعتقد بالمعنى اللي الناس عم جايب تحط أو بعض الفواقع عم جايب يحطو له هل بات التغيير الحكومي أكثر واقعية بعد زيارة أولاند خصوصا بعد كلام لافت لأوساط ميقاتي تقول إن الحكومة ذاهبة عاجلا أم آجلا وبعدما كان يردد ميقاتي نفسه أكثر من مرة أن استقالته لم تعد واردة طولة الرئيس لما أقلف حكومته وعي أساس ألفها ما قال أخذ أبعد الشهر ناطر ليكون هناك الجميع على الطاولة لكي لا يساسنا أحد هلأ اليوم الكل فيقوا إنه هذا لازم يصير ما هيدا ما هيدا كان الطاولة شو يعني حكومة الوحدة الوطنية؟ حكومة التوافق فينا نعمل سيئة بنفس النواب إذا ما كانوا فرقاء الموجودين على الساحة السياسية موجودين بنفس النيابي لما يتوافقوا هل في تبدل بالموقف الدولي برأيك؟ أنا رأيي الموقف الدولي ما يتبدل لأنه بالنتيجة عم يشتغل على معطيات سابتة على استراتيجية سابتة ما بده إنه بين دبنان أن يدخل كجزء من أزمة سورية بس كمين ما بقى متمسك بهذه الحكومة؟ مازال أصحابا عم يقولوا أنه بعد الاختيال تغير الوضع نحن بحاجة أن نضب على بعضنا وأن نشوف كيف بدنا نطلع بأمور أهدأ بين طرحي حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الحيادية يبقى مصير الحكومة إذا عالقا والأوساط الرسمية تراهن على نتائج زيارة أولند إلى المملكة وتعول على دور سعودي فاعل في تسويق فكرة حكومة الوحدة الوطنية لدى 14 أذار هذه الفكرة التي يؤيدها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويرفضها المستقبل والقوات بشكل قاطع في المقابل استبعدت مصادر مطلعة على الموقف السعودي أي خطوة سعودية في هذا الاتجاه وكشفت للأم تي في أن المملكة ليست في هذا الوارد على الإطلاق وأنها ترتكز في الملف اللبناني على تقييم حلفائها أكثر من ارتكازها على أي شيء آخر اشتركوا في القناة